السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة عن النبي. اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد عدد خالقك. وردة نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلكم شفتوا الاهلي طبعا لو شفتوا اخر فيديو بتاعي. قلتلكوا الاهلي بعد التوقفات ما ببقاش حلو. يعني كلنا فاكرين اتحاد العاصمة الجزائري لما خسرنا كاس السوبر الافريكي. وكان مستوى قليل جدا وحتى اتحاد العاصمة كان مستوى قليل بس الاهلي اللي كان وحش. مطش مبارح يعني مش عايزين نقول سيء. هو الاهلي بعد كل توقف كده. الاهلي خلاص عودنا. ان اللياقة والموتوشة بتيجي واحدة واحدة. تمام? لكن يعني للحد الادنى الاهلي خرج باللي هو عايزه ان هو ما يخسرش. لان لو قسر هنخش في حزبة بيرما والمجموعة كلها نقطة 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 كلها قريبا ما بعد. تمام? الاهل ان شاء الله خد نقطة كويسة جدا. احسن من مفيش. عشان بس نكون واضحين الاهلي كان على المستوى الفني مفيش خالص. وكولر كان واقف على الخط بيتفرق زينا. مش عارف وحاطت لعيبة في غير اماكنها. يعني عندك اكرم راجع برضو راجع راجع من اصابة. تحطه في نص الملعب ومنزل لطاهر. ساب الحمل كله على محمد هاني وما بيرجعش. واكشف ان محمد هاني وحش. لكن محمد هاني عمل مطش علام مبارع. لكن هو بان انه وحش لان طاهر ما بيساعدوش. لا عارف يشتغل قدام ولا عارف يشتغل اه الورا. يعني كان تشكيل مبارع من كولر سيء. وبرضو نعذره عندنا غيابات كتير. بس كان فيه الافضل. مطش زي مبارع احنا مش هنقعد نقول مودست وحش بقى ومش وحش. انت مطش زي مبارع عارف انك هتدافع وتلعب على المرتد. يعني مودست مالوش لازمة. خليه في مطش انت هتهاجم فيه وترفع عرضيات كتيرة. لكن مبارع فين عرضيات اللي اترافعت لمودست. هو عشان بس انت كده بتظلمه اصلا. لكن مفيش حاجة ترافعت. انت راجل عايز تدافع عشان ما يخشش فيك جون وتلعب على المرتدات وتكسب او تهدف. تمام? ده ما حصلش. يعني عندك ياسر عب منعم شوبير كل دول خلهم من جمل مطش مبارع. لكن عندك اكرم توفيق انت ظهرت وحش جدا. آآ طهر محمد طهر كان سيء جدا. في فيه لعبة انت كنت حديثها في امان كانت وحشة جدا. والاهل كله كان غير موفق مبارع. والحمد لله انت خرجت بنقطة كويسة. حتى هو في في المؤتمر الصحفي. قال لك احنا اللي تعبنا. ان احنا الدوري متوقف فقاله كتير. والجزائر الدوري بتاعه شغال لعبة ثلاث متوشة قبلنا. ودي حقيقة. يعني الجزائر خرجوا من بطولة افريكيا رجعوا لعبه الدوري. احنا خرجنا من بطولة افريكيا جينا قابنا مستنيين الربطة. والحاجة عامل حسينة يخلص امتى? تمام? فاحنا من الاخرى جماعة ما عندناش تنظيم. ما عندناش تنظيم. لا في الاتحاد ولا من الاتحاد الافريكي عشان نكون منصفين. ولا في اي حاجة. فالاهل معودنا على كده. انه اي توقف الاهل بيرجع كده. مع الاصابات بقى مع كل الحاجات اللي انتم فعنينها دي. فده انا شايفه كويس جدا. احنا خدنا نقطة. احنا برضو متصدرين المجموعة. الاهل رجع فجر اليوم من الجزائر. وان شاء الله لنهاردة اجازة وهيبدأ التدريب بكرة استعدادا لمديامة الغيني. وهيسافر على غينية وان شاء الله ربنا يوفقه. ويعمل نتيجة ايجابية. تمام? مش عايزين نعقد الامور. ونقول يا جماعة الاهل هو الاهل كده. وبعد نرجع الاربع سنين فاتوا. الاهل في دور المجموعات هو بيخلينا نعاني كده. هاتلي من اربع سنين كده. مرة ان الاهل ايه اه خدت تسع نقطة ورا بعد وصعد اول مجموعة وكان وخارج مرتاح. لا. هو الاهل كده معودنا على كده. بس الاهل اللي يقتل المباريات هترجع. ماتش ورا ماتش. وان شاء الله الماتش اللي هيبقى جاية افضل. واللي بعده افضل. والاهل ان شاء الله هيصعد اول بازن الله. وان شاء الله البطولة افريقية. تمام? الناس بقى اللي عمالها ايه? يعني شبير عمل ماتش جامد مبارا. بس يا جماعة ده الطبيعي ما هو حارس الاهلي. حارس اكبر نادي في افريقيا. فمش عايزين نفخم الامور قوي. ها? والرجل لما يخطأ خطأ زي بتاع في اتشر. نروح معلق له المشانق. فهنا عايزين نسيبه الامور تمشي طبيعي. وهو ما شاء الله جون كويس. وعنده ثقة في نفسه. وان شاء الله هيبقى حارس النادي الاهلي وحارس مصر الاول في السنين الجاية بازن الله. وبنتمنى الشفاء لمحمد الشناوي. وبنتمنى التوفيق لكل حراس المرمى بتوع الاهلي. من الزنف والل الحمزة علاء لمكلوف ربنا يوفاهم كلهم. وكل واحد ليه دور هيعمله في الوقت اللي هيجي عليه الدور. فاحنا مش عايزين نضخم الامور قوي. وساعة ما الراجل يغلط غلطة بسيطة. نروح معلق له المشانق. فعايزين نسيبه الامور تمشي طبيعي. طبيعي جدا جدا جدا. تمام? بنقول الف مبروك للزمالك كسب مبارح. ها? بدربات الجزاء في اليد. كسب الاهلي. كان مطش مسير جدا وحلو جدا. بس التوفيق ما كانش مع الاهلي مبارح. وتعادلوا. وغلبوا بفرق نقطة 29-28 لصالح الزمالك. والف مبروك. الناس بقى اللي طالع خرب الدنيا. ها? ايه الزمالك غلب. واحنا كوماندوس الصلاة. ماشي يا جماعة انتم غلبتوا. بقالكم قديمة غلبتوش. طبيعي جدا. طبيعي عادي يعني. الموضوع عادي جدا. وما فيوش اي حاجة. اللي مش عادي. اللي حصل من ناشئين 2009 في نادي الزمالك. ربنا كرمهم غلب وخمسة واحد. تمام? شتايم بقى وقلة ادب ووساخة قدام الاداريين وقدام كل ادارة نادي الزمالك في الاستاذ. وما حدش كان بيقول للشباب الزغير اللي هو ناشئ طالع جيل عيب. احنا اللاعب بتاعنا لما لما غلب الزمالك لما غلبوا الزمالك وراح احتفى لاحتفال ها? آآ سموه غير اخلاقي. تمام? وهو بيقلد لعيب اوروبي يعني ما عملش حاجة خارجة. سموه غير اخلاقي. والولد طلع اعتذر وقال لك انا ما عرفش انا انا بحتفل زي فلان. تمام? الاستاذ احمد الخضر اللي طلع عليك فين مبادئ الاهلي وفين اخلاقي الاهلي لعيب زي دا يعمل كده? ما شفناهوش طلع هبهة بمبارح ولا قال اي حاجة ولا قال للاعبت الزمالك عيب. اللي انتو بتعملوه ده. واشتيمة وقلة ادب والفاص خارجة? انا مرضيتش اعرض الفيديو بامانة. حاجة قلة ادب يعني. لانهم الاخر الاطفال. عايزين اللي يقومهم. اللي يقولون كده صح وكده غلط. لك ازا كان ازا كان رب البيت عالدفه دا عريبا. فشمة اهل البيت الراقص. فهاتلي واحد من النادي الزمالك ما هواش كده. حتى الاعلام بتاعهم اعلام مضلل. يعني طالع الناس ما تعرفهاش طالع عمني اللي اقول له كده. هس الاهلي واخد على الخمسات. اهلي مين اللي واحد واخد على الخمسات? يا جماعة انتو مفروض تشوفوه لكو تربة تدفنوا فيها. ما تكرنوش نفسيكو بالاهلي. انت بينك وبين الاهلي مية اربعة وتلاتين مركز. يا موكوس. اهلي ايه اللي انت جاي اتكرن نفسك بيه? وعملين بقى لعب بقى ايه? اه ده ناصر ماهر قال اه ده احمد سليمان قال ده عبد الجواد رد ده احمد سليمان رد. وشغلين في النغمة دي وعملين نهر وننقط. هو ناصر ماهر قال لك انا هبقى قسورة في الزمالك. فانا عرفت السكة. سكة انك تبقى نجمه قسورة في الزمالك انك تعادي الاهلي وجماهيره. فهو ارا عامل كده. بيقولك الاهلي مفروش نجوم لك ان الزمالك فيه اساطير. فيه شيكابالا وفيه زيزو وفيه عبدالله السعيد وفيه ميدو. اه واخدين بالكو يا جماعة. هو عرف السكة. طب الناس اللي انت قلت قسميها دي بتلعب في مركزك. انت هتلعب مكمين فيهم. لما هم اساطير. ما انا لو عندي منتخب فريق كل اساطير كده. هلعبهم. مش هشيلهم ونزل سعلوك زيك. تمام? خلوا اللي قالوا ناصر ماهر ده. قالوا امام عشور على الزمالك اول ما جي من الاهلي من ميت لانت. كانوا جامهير الزمالك استقبلته ازاي وعملت ايه وسويت ايه. اما امام عشور جيه وما تنفس وسعليك الاعلام. وهجسين الاعلام. مش سايبينه. كل ما اتش يقول لك ايه. ده بيتنطط. ده كل شوية يقع. ده كل شوية مش عارف ايه. وهجسين الاعلام وزناطير الاعلام. ازا ملكاوي. فيا جماعة مكالوش بمكالينة. ما حد يخطأ قوله اخطأ. فين الاستاذ احمد الخضري? اللي كان طلع يقولك ازاي لعيف زي اداء احتفل? فين المبادئ? فين المبادئ اللي عندك انت كاعلامي ان انت شفت اللي حصل ده مبارح وما طلعتش اتكلمت. هوريكو انا بقى الاساطير. هوريكو الاساطير. تمام? بصوا الفيديو مقطع زغير خالص للكابتن حسن شحاتة. ها? لما غير ميدو في بطولة امم افريقيا. اسمعوا الفيديو ده. خرج في لما يكون في عاوز تنشط الفرقة بتاعته. مم. وانا ميدو لما خرجته ما خرجتوش عشان انا هو وحش. مم. لا انا خرجته على الاساس ان انا عاوز حط حد تاني عشان نشط المهاجمين. كويس. فهو قاعد يقول لي انت هو كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة. عشان كده يعني انا ما هقولك مش هقولك ما سمعتلوش. لا سمع له كل حاجة وشايف كل حاجة. انا بديري من مباراة ازاي? انا بديري من مباراة ازاي? بالرغم اللي موجودين معايا الكابتن اللي موجودين معايا. انت برضو الكلام كان مع سمير اه عدلي از كابتن سمير لو سمحت روح لميدو كمان يعني عشان ما ما يبقاش عملنا كده من غير ما يعرف. روح لميدو خلي ميدو ياخد الشنطة بتاعته ويمشي من المعسكر. عاوز يقعد في المعسكر بس ما ما ينزدش الملعب مع اللعيبة او على دكت اللعيب. يعني ممكن الاحداث اللي سبايسي شوية اللي الناس بتتذكرها مع كابتن حسن شحاته. هتلاقيها مع ميدو هتلاقيها مع شكبالة. والاتنين. شكبالة مالو. زملكوية. ايوة شكبالة مالو. يعني شكبالة ما منضمش لمعسكر منتخب مصر. شكبالة. حصل موقف مع كابتن حسن حبل كده. وهو في النادي الزمالك. بص 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 عشان هو اتقال كلام في الموضوع ده كتير او. حلو او. شكبالة موجود. اه. وهو لو يقدر يعمل لنا ثلفون دلوقتي. يبقى كتر خير. تمام. انه هو الراجل بيحاول بقدر امكان انه هو يشيل العب من علينا. حاول نجيل. ويشيل العب من عليه. اه. شيكبالة. اه. اه. ما بيحبش يروح مع عسكرات. ما بيحبش يروح مع عسكرات. اه. من درجة انه انا اخر مرة قلت للدكتور احمد ماجد. والدكتور احمد ماجد موجودة. ممكن تكلمها. هو يكلمنا. يا دكتور والنبي شوف لشكبالة فيه اي حاجة تمنعه عن وجوده في المعسكر او اللعب. اي. ما عشان عشان ما يقوله انه هو مصاب. خلاص اشوف الدكتور بتاع المنتخب. هو اللي يقول. هو اللي يقول الله ده مصاب ده فيه عنده حاجة ده عنده كذا كذا كذا. ما عندهش حاجة. طيب. اه. الموقف بتعميده وهو خارج في 2006 تقرر مع شكبالة في احد المباريات. شكبالة شتامني. اه. شكبالة شتامني. ده كان ماتش كان بتاع الرباط المغربي او حاجة ايو حاجة كده. اه. وكسبانين اتنين. وهناك احنا كسبانين اتنين. فبرده نفس الكلامات وهو خارج شتام. اه. بس. اه. طيب يعني. انا مشكست فاقول كده يا حبنا بتوضيح. اه كابتن حسن. شفته يا جماعة. بيقول لك انا غيرت ميده في الديئة اتنين وتمانين. انا عايزة نشط الهجوم. فهو طالع بيقول لي ليه. هو كل مرة. هو مش عارف ايه. هو سوى ايه. وقال لي ادبه. فقال لي واحد من الاحمد سليمان نفسه ده اللي بيتكلم ده مع ابراهيم عبد الجواد. عشان رد على ناصر مهر. هو احمد سليمان ده اللي قال له. قل لي ميده ياخد شنطته ويمشي من المعسكر. انا مش عايزه. تمام? ميده الزمالكاوي. الاسطورة اللي بقول عليها ناصر مهر. تمام? قال له شيكبالة قال له شيكبالة مين اللي اغضو المنتخب ده شيكبالة وانا بغيره شتمني. ادي ده الاسطورة بتاع نادي الزمالك اللي بقول عليه ناصر مهر. تمام? قال لك وانا بغيره شتمني. لو هنتكلم على الاسطورة الكابتن حسن شحاتة. هو اسطورة نادي الزمالك. راجل محترم ما بيطلعش ونبقوا العيبة. مش الاسطورة ها? اللي يعمل الفاظ خارجة واشارات خارجة زي شيكابالا فبوزابي وراحوا فضحونا هناك. فماتش السوبر. عشان غلبوا الاقلي بضربات الجزاء. قادي يا جماعة. اما يبقى نادي جمهوره بيحب كده. طبعا مش كل الجمهور عشان ما نعممش. لكن الناس واللي بتطلع ترد علينا في التعليقات وبتاع هم بيحبوا كده. هم بيحبوا قلة الادب بتاعت اللعيبة دي. هو ده النشق بتاع نادي الزمالك. طب عشان افراجكوا بقى النشق بتاع نادي الزمالك هاسمعكوا فيديو لميدو. اسمع مش هقولك ده بتاع ايه بس تسمع الفيديو ده وتعالي تاني. كل واحد لازم يبقى عنده موطف. موطف بتاعك يا. البنات. كنت وانا عندي سبعتاشر سنة. روحت بقى مره ماتش لقيت كواس جدا. كان كل اللعيبة بتروح تسهر في بار كده. اسمه سانسيت. فلقيت بينات كلهم موزز جدا. ومالك الجماعات بلجيكا وبتاعه. وبتاعه بيعودوا يعيدوا الجوان كلها بتاع الجنت. كل الناس بشجع جنت. طب قلتوا لك. لازم يجيبوا جوان عشان علق واحدة ببنات دي. يعني هو ده الموطف. الموطف بتاعي. فالمهم لقى يعني. مش عافو علقهم إلا لازم يجيبوا جوان. فأنتدأ القصة ايه. ان انا جوا يا مخي ان انا ايه. ده الموطف بتاعي. بجده الله مش بحظر. انا بجيبوا جوان عشان نرأ روح الصانسيت علق بنات. فابتدأت ان انا بجيبوا جوان. وروحت معلق بقى مين ملك الجماعات بلجيكا. صحبتها شوية كان اسمها يوكا فاندرفالد. بجده. اه صحبتها انت اسمها تقصي او لا. 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 ما حتاجيني قول ما تقالش من عشان ما اسمعتش. انا صحبت بقى البيت ديو كانت اتأمر. دلوقتي موسيقى مشهولة في بلجيكا. كانت اكبر مني باربعة خمس سنوات. كان ده بتاع واحد عشرين وعشرين سنة. كانت اتأمر بجده. والموضوع حلاو معايا بقى. موضوع الدنيا ايه. بتالت الدنيا تزور. بتالت ايه. خلي بقى ان انا بقول ان واحدة من الحاجات ان انت تروح بلك جديدا لاخليك تتأقلم على البلد على بلد جديدة ان انت تصاحب واحدة من البلد. ايه. هاتخرجك. هاتسرارك، هاتوديك البطاعم الحلوة. وهاتعرفك الترق الترق. ياو انت جمان هتبغى عايز تجرب عشانها. بنات ان انا صاحب بنات حلوة وانا اخرج معاهم وانا كذا. كان في فرقة اكبر مني تحت غمستاشر. فانا يعني بقولك بلتاجي. عائلت صغر غرباجي جدا يعني. شموا حاجة. طايح في الناس كلها. أنا أكسأل، وأنت دائماً وأنت بتحكي الحكاية دائماً تقول لي جبروت وطائح في العالم كله، انت شايفها إزاي؟ يعني إلما بترجع لها، انت شايفها إزاي؟ أعرفش، شايفك حاجة حلوة؟ أم، وأنا داخل وأنا عايب صغير عند رباطشاس، أنا داخل بشرط، فبتاع الأمن بتاع النادي، انت إنت يا ابن، انت مفهاش تخش كزا، تبت كلمني كده، ساعة بتاعنا رحضت مرة، رحضت مرة واحدة، ماسك كورسي بدأت صعبت دمنابني، منت في النادي؟ ساعة بتاع الأمن بالكرسي بدأت صعبت دمنابم،، طبعاً جناية، فأخذوني لكابتن أحمد مصطفى طبعاً... جناية، لازم يمشوني من النادي، تخيل، كابتن جار الصغير اللّا رحمه، كان مدربي بكالي مجدداً، لماذا احتاجه؟ انا هلweع نهاية الجمهورية فاابوي اقلو اه محمود it's this man, you just got it اقلو ماكش داعو بس يجبهو لي انا هلweعبو الشوت التانى وماش اعرف ايه طبعا زمال قويتي نقحت علي نهاية الجمهورية الط blush at the office was in good ورحت في استاد المحلة مماتش كان يحت احت 50 سنة فينك تكبر مني بسنة كدا وصلت قبل التسخيم بربع ساعة أنت مرحتش مع الفرق لا لا مرحتش مع الفرق روحت بتاكسي روحت بتاكسي وخليت النادي حاسب عليه كابتن كوش يا الله ما حاسب عليه وقالين وصلت استدل محلة قبل التسخيم كي بربع ساعة وكابتن جواري ما قلش التشكيل فكابتن جواري راح داخل أنت راكت أنت فاكر نعم بتاع أنتنزل للفرقة ومش عاك في ايه بتاع فأنا تظهرت وقلت أكيد هل عادني احتياضي وانتبتن جواري هال انت جواري كويس قلت لها هل يقول لها هل يقول لها شتارتان شفتوا يا جماعة عميدو شفتوا أساطير نادي الزمالك كان بيقول لك أنا لما كنت بلعب في بلجيكا ها كنت بروح بار هناك وقعد أسهر مع البنات وعايز أشقط البنات فلاقيتهم بيتفرجوا على الكرة واللي بيجيب جوان أكتر بيصاحبوه مش عارف ايه فأنا بدأت أجيب جوان ها عشان أمشي مع بنات هناك وعلقت ملكة جمال بلجيكا مبارح وقد صاحبتي هناك وقد صاحبتي الراجل بيتفخر انه كان زبون في الخمرات ها وسارح مع البنات في بلجيكا وقول لك أنا كنت باكتهد واجيب جوان عشان أعرف أعلق البنات هناك قادي يا جماعة سلوك نجوم نادي الزمالك هيطلع الناشئ اي ايه في نادي الزمالك ايه بالله عليكم قلولوا انت كده قلولي هيطلع ايه الناشئ في نادي الزمالك ردوا عليها في التعليقات كده وقولوا الكلام ده غلط ولا صح أما يبقى ميدوا بالسلوك ده أجبال هتطلع ايه هيبقى هيبقى يعني يعني هيبقى الأسطورة بتاعتهم اللي هم نفسهم يبقوا زيه مين تمام؟ هيبقى قدوتهم مين قدوتهم شيكبالة ها و وأحمد حسان ميدو والأيام الجاية هيبقى ناصر ماهر هواش سبحان الله الجنات متفكة مع بعضها فهو الراجل عرف السكة قال لك انا عادي لأهلي وجماهيره خلاص انا لأهلي مفيش راجل مانفعتش هناك فانا عادي هو وجماهيره عشان اكسب جمهور نادي الزمالك. هناك مش مهم تلعب. مش مهم تحقق بطولات. المهم تعرف تشتم في الاهلي وجماهيره وتعادي الاهلي وجماهيره. هي دي الردبة اللي تقدر تعيش بيها. في اعلام الزمالك. في قناة الزمالك. لا عيب في نادي الزمالك. مش مهم تحقق ايه. مش مهم تحقق بطولات ايه. المهم انك تشتم في الاهلي وجماهير الاعلي وقدارت الاعلي كده انت نجمة واسطورة في نادي الزمالك شكرا لكم يا جماعة وبعد اذنكم لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس